السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رح نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الثاني والعشرين رح نتابع في هذا الدرس شارح موضوع الحسابات الختامية يارس أبشلوس في هذا الدرس سنقوم بشارح موضوع الإيرادات والمصروفات المستحقة والتي تسجد ضمن حسابات سنستغ فردرungen ونستغ فردرungen ونستغ فردرungen ونستغ فردرungen إذا كان لدينا إيرادات أو مصروفات في هذه السنة المالية ولكننا لم نقوم بتحصيل هذه الإيرادات أو دفع هذه المصاريف في هذه السنة وإنما سنقوم بدفع المصاريف أو تحصيل الإيراد في السنة القادمة ولكن هذه المصاريف أو الإيرادات تخص السنة المالية الحالية وكما نعلم فإنه من مبادئ المحاسبة مبدأ المقابلة أي أن نقوم بالاعتراف بالمصروفات والإيرادات في نفس السنة التي نشأت بها فتسجل المصاريف المستحقة ضمن بند زونستغ فردرungen والإيرادات المستحقة ضمن بند زونستغ فردرungen هذه بوستين بتزيشنت من ألس أنتي تيباتيفة بوستين أي تعتبر هذه البنود كبنود مستحقة المصاريف التي نشأت علينا في السنة الحالية والتي يجب أن نقوم بتسديدها في السنة التالية تسجل على حساب زونستغ فردرشكايتين أي تأتي ضمن بند التزامات أخرى ويكون قيد إثبات هذا المصروف أي المصروف المستحق أو وانس كونتو عن زونستغ فردرشكايتين الإرادات التي نشأت في هذه السنة أي في السنة الحالية ولكن لن نحصل على هذه الإرادات إلا في السنة التالية فنقوم بتسجيل هذه الإرادات على حساب زونستغ فردرشكايتين أي مستحقات أخرى فيكون قيد إثبات هذا الإرادة المستحق زونستغ فردرشكايتين عن إيتراكس كونتو نأخذ المثال التالي للتوضيح لدي تسمبر ميتة فو قزيف تسرويمة وبوازن فير إست ام يانوار نكستينياريس إن هو فون 2000 أيرو أي إجاز شهر 12 من العام الحالي سنقوم بسداده في الشهر الأول من العام التالي ولكن هذا الإيجار يخص الشهر 12 من العام الحالي فيجب أن نقوم بتحميل هذا المصروف على السنة المالية التي يخصها لدي تسمبر ميتة إست أوفان دي ألتين يارس دي أرسطي من نوين يار زو أين الأسجابة فورت أسجرون دي أين بريودين جريشنة رفوكس المتلون إست دي نوخ كما قلنا يعتبر إيجار شهر 12 مصروف في السنة الحالية أو السنة القديمة والذي سنقوم بتسديده في السنة الجديدة ولكن بما أن هذا المصروف يخص السنة الحالية فإن هذا المصروف يجب أن يقفل في حساب الأرباح والخسائر الخاص بالسنة الحالية وذلك لتحديد دخل المنشأة في السنة المالية الحالية بشكل دقيق فتكون القيود في السنة الحالية أو السنة القديمة في شهر ديسمبر القيد الأول هو قيد إثبات المصروف المستحق وهو مصروف الإيجار ميت أو فيندونجن مصروفات إيجار ثم نقوم بإقفال حساب المصروف في حساب الأرباح والخسائر أي أننا نقوم بتحميل هذا المصروف على حساب الأرباح والخسائر في السنة القديمة كما قلنا لتحديد الربح لكل سنة مالية على حدة فيكون قيد إقفال المصروف جاون فاو كونتو قمنا بإقفال المصروف والذي كان بقيمة 2000 يورو ثم يظهر هذا البند التزامات أخرى يظهر في الميزانية بالجانب الدائن فنقوم بإقفاله في حساب شلوس بلاينت كونتو فيكون القيد زونستيقر في بندلش كايتين أن شلوس بلاينت كونتو والمبلغ 2000 يورو قمنا بإقفال حساب الالتزامات الأخرى في هذه السنة ثم في السنة التالية أي في السنة الجديدة نقوم بفتحه من جديد فيكون قيد فتح الحساب من جديد إرؤفنونكس بلاينت كونتو أن زونستيقر في بندلش كايتين وكان هذا الحساب بقيمة 2000 يورو وكما قلنا سنقوم بتسديد الإيجار في شهر ينوار أي في الشهر الأول فعند السداد يكون القيد زونستيقر في بندلش كايتين أنبانك والمبلغ 2000 يورو قمنا هنا بسداد الإيجار المستحق من شهر 12 من العام الماضي وكما رأينا فإننا قمنا بتحميل حساب الإيجار أي المصروف المستحق على حساب زونستيقر في بندلش كايتين نأخذ المثال التالي لتوضيح الإيرادات المستحقة مستأجر لدينا سيقوم بتحويل إيجار شهر ديسمبر أي شهر 12 من العام الحالي في الشهر الأول من العام التالي وكان الإيجار بقيمة 1000 يورو أي أنه لدينا 1000 يورو إيراد مستحق في هذه السنة ولكن لن نحصل على هذا الإيراد إلا في السنة التالية فيعتبر هذا الإيراد إيراد مستحق يسجل في حساب زونستيقر فردرون Die Dezember Miete stellt ein إرتراك des alten Geschäftsjahres dar der erste im neuen Jahr zu einer Einnahme فوت Die Mieterthrag ist deshalb der Erfolgsrichtung des alten Jahres كما قلنا يعتبر هذا الإيراد إيراد المستحق ولكن سنقوم بتحصيله في السنة التالية فنقوم بتسجيل هذا الإيراد كإيراد المستحق فيكون القيد في 31.12 من السنة الحالية أو السنة القديمة قيد إثبات الإيراد المستحق ثم نقوم بإقفال حساب الإيراد في حساب الأرباح والخسائر طبعا إلى الآن لم نحصل على الإيراد ولذلك قمنا بتسجيله على حساب إيرادات أخرى إلى أن نقوم بتحصيل الإيراد في السنة التالية فنقوم بإقفال هذا الحساب نقوم الآن بإقفال حساب الإيراد في حساب الأرباح والخسائر فيكون القيد طبعا الإيرادات تأتي في حساب الأرباح والخسائر في الجانب الدائن والمبلغ 1000 يورو ثم نقوم بإقفال حساب إيرادات أخرى في حساب فيأتي هذا الحساب في الميزانية في جانب الأصول فيكون قيد الإقفال ثم في السنة التالية أي في السنة الجديدة نقوم بفتح الحساب من جديد فيكون القيد بقيمة 1000 يورو وعندما يقوم المستأجر بتحويل قيمة الإيجار لنا فيكون القيد زاد حساب البنك بقيمة 1000 يورو وهي قيمة الإيجار وقمنا بإغلاق حساب الإيرادات الأخرى والذي كان يتطمن الإيراد المستحق نأخذ مثال ثالث فيهبن أين مكندين أم أستن سبتمبر 2019 أين دار لين نوة فون 15.000 يورو تزاكس بروتين تنسين جيبات دي هالب يارلي تزالين دار لين تنسين زين ناك تراجليش فاليش أسمال أم أستن ميرس 2020 نوة فون 450 يورو قمنا بمنح قرض لأحد الزبائن في واحد تسعة 2019 وكان القرض بقيمة 15.000 يورو واتفقنا مع الزبون بأن تكون الفائدة السنوية على القرض بنسبة 6% على أن يتم تحصيل مبلغ الفائدة بشكل نصف سنوي أي نقوم بتحصيل مبلغ الفائدة مرتين في السنة فتكون المرة الأولى التي نحصل فيها على الفائدة بعد 6 أشهر أي في واحد ثلاثة من العام 2020 وتكون قيمة الفائدة التي سيقوم الزبون بدفعها بعد 6 أشهر 450 يورو فون در أم أستن ميرس دي سنوين ياريس فاليجين تنس تسالون زين اي تراكس ميسي دره هندرد اويرو دم ألتن وندر فمسيش اويرو دم نوين قشيفت سيار تو تزوريشنين أي أننا يجب أن نقوم بتحميل السنة الحالية من نصيبها من الفوائد أي من هذا الإيراد إيراد فوائد القرد فنقوم بحساب ما يخص السنة المالية الحالية من نصيبها من الفوائد فكانت قيمة القرد 15 ألف يورو والفائدة السنوية 6% أي أن الزبون يجب أن يقوم بدفع مبلغ 900 يورو كفائدة سنوية على القرد واتفقنا مع الزبون بأن يقوم بدفع مبلغ الفائدة كل 6 أشهر أي أن يقوم بدفع 450 يورو كل 6 أشهر بشكل نصف سنوي فهذا المبلغ يجب أن يقوم بدفعه بتاريخ 1-3-2020 ولكي نقوم بحساب ما يخص السنة المالية الحالية أي عام 2019 من نصيبها من الفوائد فكما قلنا حصل على القرد بتاريخ 1-9 فتنتهي سنة المالية بتاريخ 31-12 2019 أي تكون المدة من 1-9 ولغاية 31-12 4 شهور فنقوم بحساب نصيب الشهر الواحد من الفائدة فهذا المبلغ 450 يورو هو مبلغ الفائدة لستة شهور فنقوم بتقسيمه على 6 فيكون نصيب الشهر الواحد 75 يورو ولدينا 4 شهور تخص السنة المالية الحالية أي عام 2019 فنقوم نضرب 75 يورو في 4 فيكون نصيب السنة المالية الحالية من إيراد فوائد القرد 300 يورو وما تبقى 150 يورو فهي تخص السنة المالية الجديدة وكما نرى فإن المتبقي شهرين كل شهر 75 يورو أي 150 يورو فنقوم بكتابة قيد إثبات نصيب السنة المالية الحالية من الإيراد وهو إيراد مستحق فيكون القيد مستحقات أخرى إلى إيرادات فوائد بقيمة 300 يورو كما قلنا هذا المبلغ يخص السنة المالية الحالية ثم نقوم بإقفال حساب هذا الإيراد في حساب الأرباح والخسائر فيكون القيد بقيمة 300 يورو ثم نقوم بإقفال حساب المستحقات الأخرى في حساب كما قلنا يأتي هذا الحساب في الميزانية في جانب الأصول فيكون قيد الإقفال ثم في السنة المالية التالية أي الجديدة نقوم بفتح الحساب من جديد ثم في واحد ثلاثة فإن الزبون سيقوم بدفع مبلغ الفائدة والذي يساوي 450 يورو فيكون القيد بنك حساب البنك بقيمة 450 يورو وهي قيمة الفائدة النصف سنوية أن وهو مبلغ الفائدة الخاص بالعام الماضي أي الإيرادة المستحق في العام الماضي وكان بقيمة 300 يورو قمنا هنا بإقفاله أن تينس إلتريغا وهو نصيب السنة المالية الحالية من إيرادات فوائد القروض وهو بقيمة 150 يورو قمنا هنا بعد أن قام الزبون بسداد مبلغ الفوائد بإقفال الحساب المستحقات الأخرى والذي كان يتضمن مبلغ الإيرادة المستحق من السنة الماضية ثم قمنا بإثبات الحصول على الإيراد الخاص بالسنة المالية الحالية ولا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس سنقوم في الدرس القادم إن شاء الله بشرح موضوع الإيرادات والمستحقات المدفوعة مقدما إلى اللقاء في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر